مرضى التوحد فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتضنهم جمعية أمل التكفل ومساعدة هذه الفئة التي تم إحصاؤها بمختلف بلديات دائرة أقبو ضغط كبير ونقص للإمكانيات المادية والبشرية إحدى العوائق التي يصادفها المؤطرون للرعاية الحسنة بالأطفال المصابين بالتوحد توجد من 200 أمام البعض وتمار شخصين عن كل مدين من 40 أمامة ومن ثابت من البلاد الفئة التي تسمونها سليسة والمكساعدة والمعنائية التي تحملها أيها الأشخاص والأرتفال التي تحملها بال itsجموطانية والأطفال والأطفالية والإخلاق والأطفال والأمس الوضع الماء والإعادة والمثال والأمس الوضع والأمس الوضع والمؤس ومعية لعبطة العلاج وظيفي بالتركيز والانتباه ودروس بيداغوجية على الأطفال المصابين بالتوحد ويبقى دور الأولياء هاما في مرافقة ما تقوم به الجمعية ويبقى الأمل في منح الأدوات والوسائل اللازمة للتكفل بهذه الشريحة من الأطفال المعاقنة نسبياً اشتركوا في القناة